لم تنجح الضربات الجوية والصاروخية وعشرات القطع الحربية المحتشدة في البحار في استعادة الردع الأمريكي أو منع الحوثيين من مهاجمة السفن المرتبطة بالكيان تلك حقيقة أكدها استمرار العمليات وتصاعد وطيرتها والحقيقة الأخرى أنه بدلاً عن تهدئة التوتر في أحد أهم الممرات البحرية والتجارية في العالم أججت تلك الضربات والاحتشاد العسكري الوضع أكثر فأين تكمن المشكلة؟ وفقاً للقيادة العسكرية الأمريكية نفسها فأزمة واشنطن مع الحوثيين تكمن في افتقار البيت الأبيض إلى الإرادة السياسية بحسب تصريح قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الجنرال كينيث ماكينز الذي أكد أن هذه النقطة المحورية هي التي سمحت للحوثيين بمواصلة الهجمات في مضيق باب المندب والبحر الأحمر على حد تعبيره ماكينزي أضاف أيضاً أن بإمكان واشنطن القضاء على الحوثيين إذا ما استخدمت قدراتها فعلياً بعيداً عن لعبة الإمساك بالصواريخ الحوثية التي تقوم بها المدمرات الأمريكية ولكنه شدد في ذات الوقت على أن لا نهاية في الأفق للصراع في الشرق الأوسط موقف أمريكا يتجسد بشكل آخر في تصريحات سفيرها الأسبق لدى اليمن جيرارد فايرستاين الذي قال إن الطريقة الأكثر فاعلية للولايات المتحدة لوقف هجمات الحوثيين هي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مشيراً إلى أنه في حال انتهت هذه الحرب في القطاع فإن ذريعة الحوثيين ستزول وسيكون من الصعب على الجماعة تبرير هجماتها وهو نفس المطلب الذي تتمسك به جماعة الحوثي منذ اليوم الأول التصريحات العسكرية والسياسية تكشف حجم الإحباط الأمريكي من جراء الإخفاق الكبير لواشنطن في إيقاف هجمات الجماعة وهي في ذات الوقت تشير إلى أن القادم الجديد إلى البيت الأبيض سيكون أمام تحدي صعب أثناء محاولته إنقاذ السمعة الأمريكية الغارقة في البحار بعد أن أحرقت واشنطن عشرات المليارات من الدولارات في الهجمات الاعتراضية في سبيل إنقاذ تلك السمعة ولكنها لم تجن إلا الإنهاك لأسطولها البحري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر